موسيقى كما هو الهاتف انا اسمي ماردا كامون جيسي الأراختة بدون المتابع بالتفقية الصحة ومؤسة آكر كونسول وذهب كانتا جونا بمع一定 أو العائلة بالصحة كما اليوم وفي تاريخ 23 جامعة 1922 الذي يعتبر يوم تاريخه مهمية للناس الذين عندهم مرض السكري يجربون به أول ذريقة أسالين على إنسان يعاني من مرض هدايا ما هو مرض السكري؟ مرض السكري هو مرض مزمن مية نحاش يسير الوقت المعاثلة وإلا اسمها زادة البنكرياس لا يجب أن تفرز هرمون انسولين وإلا جسم الإنسان لا يجب أن يستفيد من الغمون هذية والانسولين هي المفتاح الذي يتخلي الغنوكوز وإلا السوكوليجينو من الماكلة يتعدى من الدم إلى خلايا الجسم بشي يعطينا الطاقة ترأس قلت لشي مرة ربيحكم أيضا الانسولين هذية كيفش اخترعوها؟ هاي هار مش نحكي لكم الحكاية وركزوا معايا بالباهي قبل كل شي مش نبدأ نحكي لكم على أهم الإنجازات اللي لازم نعرفوها قبل ما نصول نحكيه على نهار 23 جانلي مش حاول نحكي عليهم في ساعة ما غير ما نطول عليكم في عام 1776 ماثيو ديبسون جح في إثبات وجود السكر في البولة وذلك بفعل التبخير ولاحظ ارتفاع نسبة السكر في الدم وأثبت أنه مرض السكري هو مرض جهازي ما لدي دو سيستان في عام 1869 بور لانجرهانس اللي مازال وقتها طالب في كلية الطبيب اللي اكتشف أنه البانكرياس عندها خالية أخرى مجمعة في شكل جزر صغيرة دي زيلو واللي بعدها بيش تحمل اسمه لزيلو دو لانجرهانس العلاقة بين مرض السكري والبانكرياس تحدد أخيرا من خلال عمل أسكار مينكوفسكي و جوزيفا مارين عام 1890 خالفوا انه مينكوفسكي خلق قلب يمرض بالسكر وذلك عن طريق إزالة البانكرياس متاعه التجربة هذي كان عندها أهمية كبيرة ياسر بشيفة مؤكثر المرض خدمة مينكوفسكي كامل عليها أوجين منينزي أوبي اللي بعد اكتشف أنه ظهور مرض السكري مربوط تدمير جزر اللانجرهانس الانجازات اللي وصلوا لها مينكوفسكي وأوبي حلوا ببانوا إفاق جديدة لأطبق وعلماء أخي من القرن العشرين اللي بش يصير فيه فورة وانجاز مهم ياسر للبشرية وتحديدا للناس اللي عندهم مرض السكري الانجاز هذي تمثل في استخراج هرمونا بش تكون ناجعة في علاج المرض هذي ومن غير ما نطول عليكم مش نتعدل أهم حدث الصار عام 1921 اللي عام اللي اكتشف فيه الانسولين أخيرا فريداري كراند بانتين جرح كندي عمره 29 سنة افترض أن البانكرياس عندها وظيفة أخرى اللي هي إنتاج هرمونا من قبل لازيلو دولانجرهانس اللي تقوم بتعديل نسبة السكر في الدم والأستاذ في الفيزيولوجيا جون ماكليوت في طورنطو أعطاه مخبر صغير وحيوانات بش يقوم بالتجارب بمتاعوا عليهم ونضم لي شاغل باست شيف كندي عمره 22 سنة ما تحصل على شهده في مضاقف الأعضاء والكيميا وطالب بكلية الطب وما بعضهم جربوا مستخلصات البانكرياس على كلاب نحاولهم البانكرياس امتاحهم وفي وسط الخريف انضم ليهم جامس كوليد وتحصلوا على مستخلصات الطياح السكر وجربوها على كلاب هذو ما ونعرح تيش انجان في 1922 الباحثين هذو ما قتي حطلهم الفرصة بش يجربوا المستخلص هذية على أولاد صغيرة عنده السكر واسمه ليوناخ تومسون المعروف بالتصوير هذية وكان وقته عمره 14 سنة ويعاني من مرض هذية من عام 1919 كان وقته يوزن 29 كيلو بش يدخل في غيبوبة ويموت اول جرعة عملت ردد فعب وبعد باثناشين يوم منها 23 جامفي عطاوها ثاني جرعة اللي قام تنقيتها دكتور كوليد الاعراض اللي كان يعاني منها تومسون بديت نتحا ونسبت السكر في الدمم بتاعه بديت ترجع عادية ووجه وضباه ورجعت فيه الروح وعاشت 13 سنة مع المرض هذية ويزرق في اللانسولين وتوفى عام 1935 عن عمره 27 سنة من جرة مضاعفات السكري اللي في وقتنا توا نجمو نتفاديهم ونتعامل معه الانسولين هي بروتيين القرن عشرين هي معجة صارت للناس اللي عندهم مرض السكري والانجاز هذية قتيح البانتين ومكليود الفرصة بشربح البخيدنابية عام 1923 واللي قسموها مع زملائهم باست وكوليب باست فا بيعطي حقوق صنع الانسولين المخبر واحدة كهو في نفس العام برشة مخابر بدو يسمع في الانسولين اللي كانوا يستخدروها من بوكرياس الخنزير والبقرة خطر عندهم انسولين قريب برشة الانسولين متاع الانسان في عام 1982 ظهر الانسولين البشري عن طريق الهندسة الوراثية لجني جينيتيك عكس الانسولين اللي كانوا يستخرجوها من بوكرياس الحيوانات اليوم ولينا نقاو الانسولين في عدة اشكال وانواع مختلفة كل واحد منه عنده استخدام معين حسب حالة المريف الانسولين عمرها مئة سنة تسعة وتسعين سنة التالي جربوها لأول مرة على انسان يعاني من المرض ذات في وقتنا توا الانسان اللي عنده مرض السكري نجو معيش تحية طويلة وبخيست عادية خطر الدواء ولا موجودة اما ما ننسيوش الدواء واحد وماويش كيفي انشاء اللي يكون عجبكم الفيديو ما تنسيوش تنزلو جيم وتعملو بارتاج وفو البارتي كومنتر تتبو اقتراحاتكم ولي فيدباكم وتابعوني على الباش فيسبوك انستغرام وشين يوتيوب بيش تتفرجو على دي فيديو اخرين باي باي